موسيقى في بعض الناس بيصابوا بديسك او انزلاق غضروفي في فقرات الرقبة يعني الشائع ان معظم الناس دايما بتشتاكي من الانزلاق الغضروفي او الديسك او معظم يعني هذا المرض مرتبط عند قطاع كبير جدا من الناس على ان هو مرتبط فقط باسفل الظهر او الانزلاق الغضروفي الخاص باسفل الظهر لكن ممكن بعض الناس تصاب بديسك في فقرات الرقبة خاصة الفقرة الخامسة والسادسة وده بيعرف بالانفتاق الغضروفي لما بنجي نتكلم عن ديسك الرقبة بالتحديد بين الفقرة الخامسة والسادسة بنقول ان الرقبة في كسم الانسان هي امتداد للعمود الفقري بتتكون من مجموعة من الفقرات بتشكل معا مفاصل هذه المفاصل يعني او الفقرات بيفصل بينها سائل سائل زلالي وبتوجد غضروف مفصلية على اسطح المفاصل بتوفر حركات يعني سهلة وسلسة وبتمنع الاحتكاك بين اسطح المفاصل وبيتم تثبيت الفقرات مع بعضها بوسطة اربطة الاربطة بتربط كل فقرة بالاخرى في نقاط ربط مختلفة بالنسبة لديسك الرقبة في الفقرة الخامسة والسادسة ممكن يحصل نتيجة انتفاخ القرص اللي بيفصل بين الفقرة الخامسة والسادسة وده بيتسبب في الضغط على النخاء الشوكي او جزور الاعصاب وعلى رغم من ان تطور هذا المرض الديسكة في الغالب بيأخذ وقت طويل جدا بيكون بطيء لكن ممكن يحصل بسرعة في بعض الاحيان خاصة بعد التعرض لحادث او صدمة قوية في الرقبة اصابة او تأكل او تمزق الغضاريف طبعا في الجسم بصف عامة بيكون مرتبط بشيخوخة والتقدم في العمر في بعض الحالات عندما تتعرض للفقرات لحركات مفاجئة او عنيفة ممكن ده يسبب انظراء غضروفي او ديسك وده ممكن يحصل في فقرات الرقبة في حال تم تحريك الرقبة بقوة في احد الاتجاهات بطريقة خاطئة ايضا ممكن من اسباب حدث الانزاق الغضروفي في فقرات الرقبة هي وضعية الرأس غير الصحيحة او ميلان الرأس المفرط الى الامام ده ممكن يؤدي الى ديسك الرقبة خاصة في الفقرات الخامسة والسادسة بالنسبة لاعراض ديسك الرقبة من اهم الاعراض اللي ممكن المريض او الشخص يشعر بها اذا كان بعان من انزاغ غضروفي بين الفقرات الخامسة والسادسة هيشكو دايما من الام في الرقبة هذا الالم بيمتد الى الزراعين او اليدين او الكتفين هيشتكي ايضا او هيشعر بوخزة او خدر في الرقبة او الزراعين او اليدين او الكتفين هيعانى ايضا من تشنجات عضلية او ضعف في الكتف او الكوع او المعصم وده بيقص على حركة المفاصل ايضا هيشعر بعدم الراحة وفي عند تحريك اصبع الابهام او السبابة او الاصبع الوسطى في اليد لما بيجي الانسان ايضا يمشي بنجد ان هو بيكون في وضعية غير مستقرة عند المشي بسبب ميلانة رقبة او اصابة الرقبة بيكون عنده حالة من الترنح ممكن ايضا من الاعراض هو فقدان التنصق بين الزراعين واليدين والاصابع او ممكن المريض يسقط الاشياء او يفقد القدرة التام على التحكم باليدين بالنسبة لعلاج هذه المشكلة علاج ديسك رقبة بين الفقرة الخامسة والسادسة اولا في خيارات علاجية متاحة يعني متعددة حسب الحالة او الوضع الوصل للمريض منها اولا العلاج غير الجراحي العلاج غير الجراحي هو بيعطبها الخيار الاول للمرضى اللي بيعانوا من الامة رقبة الشائعة اللي بيكون سببها يعني سبب عادي ليس حادث او صدمة فمعظم الاوقات بسبب ممارسات خطأة بيعاني بعض الناس من هذا الانسداد او هذا الانزلاق الغدرافي ممكن بعض المرضى بيتحسنوا بمجرد الحصول على الراحة وعدم الخضوع الى الجراحة ولكن في بعض الحالات طبعا بتحتاج الى جراحة في حال اذا كان في تطور في الحالة الاجراءات الغير جراحية اللي ممكن يتم اللجوء لها هو طبعا الراحة لفترة طويلة من الوقت ممكن تناول بعض الادوية سواء مسكنات الالم او الادوية المضادة للالتهاب ممكن تقليل النشاط البدن الشاق ممكن اللجوء الى للاجر الفيزيائي او الطبيعي او تناول ادوية اللي هي بتقلل الالتهاب او ترخي العضلات لفترة من الوقت ممكن في بعض الحالات يتم استخدام حقا الكورتيكوستيرويدات بيكون موضعية بيتم حقنها بمعرفة الطبيب المتخصص في مفاصل العمود الفقري او في الفراغ بين غشاء فوق الجافية لتخفيف الالم مؤقتا ممكن ايضا يتم وصف مكملات الكالسام او فيتامين دال لتقوية صحة العظام ممكن في بعض الحالات استخدام دعامة العنق الهدف من هذه الدعامة هو تثبيت الرقبة وحمايتها في وضع معين خلال الاسابيع الاولى من الاصابات الحادة لمستوى العمود الفقري في الفقر الخامسة والسادس بيتم استخدامها عادة بعد التعرض للكاسرة او في فترة التعافي من الجرح الطريقة التانية اللي بيتم اللجوء لها في بعض الحالات هي الخيار او العلاج الجراحي علاج ديسك الرقبة سواء في الفقر الخامسة او السادسة الجراحي بيتم اللجوء لي في حال كان الحالة متطورة او في حال تعرض المريض لحادث شديد حادث قوي وبالتالي هذا بيستدى تدخل جراحي عاجل او في حال عدم حدوث اي تحسن باستخدام الادوية بيتم ازالة جزء من القرص الغضروفي من الجزء الخلف من العمود الفقري العنقي وطبعا الهدف من العلاج الجراحي هو تخفيف الضغط الواقع او الحادث على الحبل الشوكي او العصب الفقري او منع المزيد من الاصابات لجزر الاعصاب او الحبل الشوكي وطبعا بيتم نصح الاشخاص اللي بيعانوا من قلم مستمر او اختلالات في العصاب او العضلات عندهم مشاكل في التحكم في الاطراف او مشاكل في السيطرة على حركات الجسم طبعا بيتم اخضعهم بعد العلاج الجراحي الى علاج فيزيائي مهم جدا لان العلاج الفيزيائي هو تكملي وتصحيح لمصار الجراحة انما يعني بيتم اللجوء الخير الجراحي وبيتم في نفس وقت الاعتماد على الادوية اللي بيحددها الطبيب وايضا بيتم الاعتماد على العلاج الفيزيائي او التمرين المحددة اللي بيحددها الطبيب المتخصص لكن مهم جدا ان العلاج الفيزيائي يتم على ايد طبيب متخصص او مراكز متخصصة علشان يحدث التعافي التدريجي ويحدث تحسن في استجابة المريض ده كان اهم المعلومات حول هذه المشكلة المزعجة او المؤلمة اللي هي ديسك الرقبة بالتحديد بين الفقرة الخامسة والسادسة في النهاية بنتمنى السلامة للجميع ونلتقي باذن الله على خير في فيديو جديد وموضوع جديد